موسيقى مشاهدين الكرام أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم كلام رجال في حلقتنا اليوم رح نحكي عن التحكم بردود الأفعال ورح نتكلم عن تحسين علاقتك مع بنتك المراهقة ومن قانون الإيمان رح نحكي عن أقنوم الإبن وكمان رح يكون معنا الأسادز الموسيقيين همام وباسم جزيف وماهر خليكم معنا بعد الفاصل موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وديب ليس! وديب ليس! وفقاً! 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 ضبحت! دعست عرقبته! ذكرت كمان قصة بوليس! اسمح القصة بوليس! إذا بسمح القصة بوليس! سامع! سامع! أنا سامعك! اسمع! انا جمدك! ماشي بالمول! ماشي أنا والمدهب! و... ولا أيه! محل نفوته! بتقول نفوت! بقولها أبوان نفوت! محل نفوته! وأدخل عالم حمل نفوته! قال! شو بقولها؟ بقول لها مرتي! ها الموظف الجوه بقولها شو بدك تلبسي بقوله شو بدك تلبس مرتي ادهي يا بوليس ادهي ادهي يا بوليس مؤيد منطقي اللي صار هو موظف يبدو يسأل منطقي إذا منطقي يسأل مرتي شو بدك تلبس منطقي وإنش على المرتي شو ايه والتنباش تتصور ها والتنباش تتصور جاع يعني مؤيد مش معقول بس مش عادر يتحكم بردود أفعال وهذا موضوع اللي بنا نحكي عنه اليوم كتير من الناس مرات لما منطلع فيه تلاقي شخصيات مختلفة فيه شخصيات منضبطة كتير تقدر تسيطر على أفعالها كتير وفيه شخصيات يعني ما بتتحكم بردود أفعالها بتكون زي عفوية أكتر بدون تفكير بعد المرات بانضم الشخص على التصرفات اللي تصرف فيها شو الخلفية النفسية لهذا الموضوع هل فيه يعني سبب معين ليه فيه أشخاص هيك وأشخاص هيك بطبيعتنا احنا عنا ميول انه نشبع دائما الرغبات الانية الموجودة عنا يعني أنا إذا بكون جوعان من طبيعتي كإنسان أن أروح أعكل بسرعة إذا بكون غضبان طبيعياً للميول أن أضرب الشخص الثاني أو أكسر ممتلكاته وما إلى ذلك ففي النمونا البشري كأناس يعني فيه هناك عملية أنه نحاول نأجل إشباع الرغبات الانية هذا العملية بنسميه احنا في الأطفال تربية نحن بنعلم الطفل من عمر صغير جداً كيف أنه يتعلم يأجل إشباع الرغبات الانية هاي بنسميها تربية في الأطفال في الكبار العمر لم يكبر بنسميه هذا النجوج يعني أنا عندي عمل مستمر أشتغل عن نفسي في أنه أحاول أتحكم في رغباتي وفي ما أشبعش رغبات الانية فوراً هذا بعتبره جزء منه ضوجي كإنسان أنه مبادر أعبرها اللي شفناه مع مؤيد هي مشكلة الغضب وتكسير الممتلكات أحياناً بيصير لبعض الناس جذور هذه المشكلة أحياناً قد تكون في الطفولة إنه لما كان عنده كان رغبة أنه يشبع الرغبات الانية ما كان هناك ظوابط وواقب توقفه واستمرت معه حتى لمرحلة المراقبة وما بعد بتخيل أنا في واحدة من الأشياء اللي بتساعد على الواحد يتحكم بالتصرفات أو بردود أفعاله بشكل عام هي أنه دائماً يكون عنده الاعتقاد أو الفكر أنه اللي هو شايفه مش بس هيك فيه شي أكتر يعني إذا أنا عندي عقل منفتح اللي صار قدامي ممكن مثلاً واحد عصب قدامي أو واحد تصرف بطريقة معينة ممكن فيه سبب تاني أنا مش فاهمه فمرات هذا بساعد أن الواحد يتأنى شوي حاول يفهم ليش الشخص التاني تصرف هذا التصرف ويتحكم بردود أفعاله لأنه بقول يمكن فيه شيء أنا مش فاهمه آه ممكن صراحة أنا شخصية من الأشخاص اللي بعتقد أنه كثير مهم فكرة التروي كثير مهم فكرة أني أهدى وأفكر زي ما تفضلت عودة ومرات من الأشياء اللي أنا بعملها وبحسها كثير بتساعدني فكرة أحوط حالي محل شخص آخر فبحاول قدر الإمكان هلا مش دائماً بتزبط طبعاً مية بالمية لكن في قدر الإمكان بحاول أحوط حالي محل هذا الشخص وأفكر لو أنا كنت محله كممكن أصرف بهذه الطريقة أولى أو أشوف الأشياء بمنظوره وهذا في أغلب الأحيان بيساعدني أكون أهدى شوي في هاي المواقف بسموه هذا الإمباثي أنه أنا أضع نفسي في مكان تعاطف تعاطف مع الشخص الآخر أضع نفسي في مكانه الآن بالنسبة للإشباع الرغبات فيه رغبات ظاهرة للعيان زي مثل الغضب لما سينا تكسر ممتلكات أو تدخل في مشاكل أو مدالك فيه بس يعني هذه الأمور الكل بيكون بلاحظها ما عدا الشخص الشخص يعني لو أنت تحكي مع مؤيد بيحكي لك أنا ما عندي شيء المشكلة ففيه جزء منه يعني فقدان للوعي النفسي الناس اللي بقدروا يحطوا أنفسهم في أماكن الآخر عندهم وعي نفسي أكبر أنه ممكن يكون أنه الشخص الأمامي الآن اللي ماشي على مهله بالسيارة ممكن يكون ضايع مش أنه قصداً أنه عمداً أنه بدي أخرني وما إلى ذلك فهذا جزء منه وعي نفسي بس فيه برضو هناك رغبات تانية أنا بشو فيها الأصعب اللي هي هاي اللي بسموه الستل اللي مش واضحة كتير يعني مثلاً الرغبة رغبة البعض من نيويك الأكتر أو رغبة أنه تروح أنت على موقع إباحية هذه الأمور كيف أنها تحبطها هذه عمليتها أصعب شوي لأنه إيش هذه أنت هي معركة سرية لا أحد يعرف عنها في الغضب ممكن يجيك خمسة ستة أشخاص يحكي لك يعود أنت عندك مشكلة في الغضب أو عندك محكمة أو ما إلى ذلك واضحة الفكرة بس في معارك إلنا إحنا سرية هذه المعارك السرية اللي هي أساسية جداً لنضوجنا هذه أصعب التحكم فيها بالرغبة بس كيف أنا بقدر أنمي الوعي يعني إحنا أوكي أنا بدي يكون عندي وعي نفسي بس كيف بدأ أنمي هذا الوعي النفسي كيف بدأ أدرك يعني مرات الناس بيحكوا هذا الشي ممكن أنا أبرره يقولوا أنت عندك غضب بس ممكن أبرره لأنهم عليهم آه يعني هم يزعلنين مني أو عم بيحكوا لي هذا الكلام حتى أنا يعني أراجع نفسي وأتصرف في طريقة تانية يعني مرات المقول أني عندي مشكلة موجودة من الطفولة بس أني عندي ميول أني أستسلم خلص صار صار الوعي النفس هي عملية ذاتية يعني أنا لازم أكون مهتم أنه أنا أنمي هذا الوعي يعني لازم أقرأ أكثر لازم أحكي مع ناس أحكم مني لازم أكون منفتح أسمع للفيدباك لتغذية راجعة من الناس التانين حضور مسلسلات زي التوك شور زي كلام الرجال أو أمور تانية أو كتب أو كل هذا يزيد في عملية معرفتنا لأنفسنا يعني في الجزء البعض اللي يسمعنا ويتعلم معلومات جديدة لأول مرة هذا عبارة عن زيادة في الوعي النفسي الحكمة ليس بس بالمعلومات ليس بس بالمعرفة الحكمة أنه كيف توظف المعرفة لتغيير أمور معينة في حياتك إما في السلوك أو في عمليات التصرف أو ما إلى ذلك بتخيل واحد من الأمثل أدامه بتخطر في بالي هو ربي يسوع لما بنحكي عن تحكم بردود الأفعال بمشهد الصلب واحد من المصلوبين بيحكي للتاني بيحكي للرب يسوع إن كنت ابن الله فأخلص نفسك وإيانا فالشخص الآخر المصلوب التاني أو الصارق التاني بيحكي نحن نلنى استحقاق ما فعلنا أما هو بيحكي عن الرب يسوع لم يفعل شيئا ليس في مكانه بمعنى كل ما فعله كان لازم أن يفعله بهذا التوقيت بهذا الشكل كل ما لم يفعله ما كان لازم يفعله بهذا المكان أو بهذا الموقف وحتى بيتعاملوا مع الأشخاص البسيطين اللغة اللي كان يستخدمها بيتعاملوا مع الفرسيين والكتبة الأسلوب ومرات الندية ومرات الحدية في مواقف معينة بتخيل هذا جزء من السيطرة أو التعفف زي ما نحكي بثمر روحنا أكون شخص واعي تجاه المشاعر اللي عندي وعندها السيطرة عليها لأنه دائما بتخيل في المواقف الصعبة بالحياة إذا بنلجأ لحدا بنلجأ للشخص اللي عنده حكمة اللي ما عنده ردة الفعل بنسميها الفورة في أغلب الأحيان بسرعة بيكون نحكي دم محامي بدي يتصرف بدي يأخذ فعل اللي زي ما شفنا بالسكيتش بيكون مؤيد عم بعمل هذا الأشي ومرات أتخيل يمكن الحالة النفسية اللي أنا موجود فيها بتأثر يعني إذا أنا مثلا بحالة نفسية صعبة ممكن تكون ميولي لردود أفعال غير مدروسة وغير مفكرة يعني غير أنا متحكم فيها أكتر من لما يكون حالة النفسية كويسة بالضبط الآن معظم الانسان يستخدمها وهي الإنسان يعمل تصرفات مضرة إله زي مثلا يشرب أكتر أو مثلا يوكل أكتر أو ما إلى ذلك معظم الناس يعملون لما يكونوا في حالة نفسية سيئة لأنه إذا أنت في حالة نفسية سيئة يعني تنظر لنفسك كأنك ضحية ولما تنظر لنفسك ضحية تفقد القدرة على الحرب على المحاربة والمقاتلة أو حتى المتعة بأنك تحارب خلص يعني أنه أنت ضحية أنت أنا لازم أعمل ثم يروحوا لأكتر لهذه الأمور السيئة بالنسبة لما عشان يكن في كتاب مقدس بيقول فرح الله قوتكم يعني مهم جدا أنه أنت تكون لما تكون في حالة نفسية سيئة الوعي النفسي بيجي هون أنه لما أنا أعرف أنه أنا يعني عندي ميول مثلا للشرب أو للأكل الزايد أو للمواقع العباحية لما أكون في حالة نفسية سيئة الوعي النفسي بيحكي لي أنتوا ابتعد عن هذا المكان أهرب يعني هذا جزء من القدرة على التأخير أحيانا للرغبات يعني المنع الرغبات نعم الوعي التحكم هو الهروب نعم الهروب أنه أحيانا لا تطلع نفسك في مكان صعب هذا برضو فيها وعي نفسي لهذا الموضوع فمثلا أنا عندي ميول أنه أذهب إلى مواقع بحيية لما أكون حزين ما أدخلش على غرفة وأبتعد عن السيل فونز وما أكونش في مكان يسمح لي أتصرف بهذه التصرفات فجزء من عملية النضوج هي الهروب يعني زيانا بيحكوا بالمثلا الهروب مرات الثلاثين المراجل ما أكونش أنا في مكان معين بسمح لي أقع في هذه التصرفات اللي هي مدمرة لحياتي فبتخيل ببساطة إذا ممكن نحط بعض الأمور اللي تساعدنا نفكر أو تساعدنا نتحكم بردود أفعالنا إنه نحاول نهرب من الأشياء اللي ممكن تخلي ردود أفعالنا غير مدروسة وطبعا نفكر قبل ما نتصرف وآخر شيء نحاول نكون بحالة نفسية مريحة إذا أنا حاسس حالي بحالة نفسية صعبة أحاول أتجنب أي مؤثرات تخلي عندي ردود أفعال سببية وأنا بدأ أضيف على الشغل الحالي النفسي مهم جدا أنه شو منحكي لأنفسنا عشان هيك أنا أشوف أحيانا نحفظ آيات معينة الكتاب من القدس من القرية يعني إذا أنت في عندك قلق نفسي تحكي ربه رعية فلاي أعوزني شيء تعيد هذه الكلمات في ذهنك هاي بتساعد في رفع معنوياتك النفسية والمعنوية والروحية أو إذا أنت خايف عندك ديبريشن لا تخاف لأني فديتك هذه الكلمات مهم جدا أنه دائما نغسل فيها أذهاننا هي بترفعنا نفسيا وروحيا حتى نكون في مكان أقوى لأنه هذه المعركة مستمرة يومية يعني أنت لا هذا الرغبات جمح الرغبات هي معركة أنا يعني لجب أنا أفعلها كل يوم في حياتي فهي عملية مستمرة معركة مستمرة أنا لازم أكون جاهز مجاهز حالي نفسيا لا دمو فهو واحد من هدول الأسلحة حيث يكون دائما عندي كلام إيجابي بردده لنفسي مشاهدين أخليكم معنا نرجع بعد الفاصل أهلا وسهلا فيك سيدة روان ببرنامجنا كلام رجال أهلا وسهلا فيكم شكرا كثير على الاستضافة صراحة إحنا سألنا الناس كيف ممكن تكون علاقتك أفضل مع ابنتك المراهقة خلينا نسمع مع بعض شو جاوبوا ما بعرف أنه شوي خاف أقل علينا لأنه رحنا بنات لاتست أنا بحبي أنه ما يعسب علي ولما أنا أحكي يسمعني أنا بحبي ما يعسب علي اللي عملت خطأ وفهمني الشي الصح إذا عملت شي غلط ما بيعسب علي وما بيعيت بقلي أنه أنا أنت عملت شي غلط وهيدا لازم تسالحيه فبقول سوري بعتذر وبعدين بسالحنا بصراحة إحنا كآباء وعندنا بنات أنا بنتي لسا صغيرة يمكن أنا 8 سنين بس هذا نعتلهمه إنه كيف بقدر أحافظ على علاقتي مع بنتي وكيف بقدر أحسن يكون إلي دور إيجابي أكتر في بنتي وخلال المراحل المختلفة من عمرها حلو هو الأهم الجزء اللي أنت هلأ عودة حكيته أنه أنا كيف بدي أحسن وكيف بدي أبني علاقة إيجابية مع بنتي المراهقة هذا مجرد مكان السؤال عند كل أب فإحنا عم ندخل بجانب كثير كثير ممتاز بداية صحيحة بداية ممتازة فلأنه بالبداية في أبهات خلاص يفكروا أنهم دورهم هلأ خلص لما البنت تصير بالمراهقة وخصوصا مع التغيرات الفسيولوجية التي تصير عندها وبالتالي يبتعد هو عن علاقته مع ابنته يعني هناك كمان صار في عنا وعي أكبر أنه صار في أبهات لا بحسوا أنه أنا بدي أدخل بتنشئة ابنتي المراهقة وبتكون بعدة استراتيجيات أول واحدة إحنا ممكن نحكيها أنه قديش بدها تكون علاقتي فيها إيجابية وأكون صديق إلها يعني أنا أبطل الأب اللي عنده السلطة واللي أنا بس بدي أخذ القرار وأمشي فيه أنا أكون صديق مع ابنتي المراهقة وكتير حلو أنه البنت المراهقة يصير في عندها إعجاب بأبوها حتى أنه يكون لها هذا النموذج اللي هي بدها تفكر فيه لبعدين يعني الشخصية، السماء، طريق التعامل معها يكون محب، كتير كتير مهم أنه أنا أكون محب لابنتي المراهقة أتقبل التغيرات اللي هي عم بتصير معها هلأ أتقبل السلوك اللي بده شوي يختلف علي يعني طريقتي بالتعامل معها كتير محب أنا كمان الأبات يحكوا بنفس لغة الإبن المراهقة إيش هي هاي اللغة؟ اللغة اللي هي بتحبها هلأ يعني عالم المراهقة خلينا نحكي قديش البنت هاي والصبية صار بدها تحب تسمع كلمات غزال وتسمع تعزيز على سلوك معين تعمل وعلى مظهرها لأنه المظهر هلأ عنصر هام بحياة سواء الشب المراهق أو الصبية المراهقة يوصل لمرحلة إنه يقدر يسمع الهموم اللي بتحملها هاي المراهقة يعني هذا صراحة تحدي إنه كيف تقدر تخلي بنتك المراهقة تحكي همومها يعني إحنا لولاد واللي بنفهم يمكن طريقة تفكيرهم زينا يعني الأبناء ومرات من استصعب فكيف يعني كرجال نقدر نخلي بناتنا يحكوا همومهم لغتهم كمانا كمان شغلة تانية بالنسبة للمراهقة هي بشوف أنا المعضل الأكبر هي بينطبق على البنات والأولاد إنه هاي المرحلة بدهم مني كمان مساحتهم يعني بالعمر الأصغر شوي البنت بتكون مهتمة أكتر يكون أبوها يحضر معها يتعرف على صديقاتها إلى آخره هلا بالمرحلة المراهقة هذا ينطبق على الأبن والبنت إنه هاي بدهم مساحة إلهم هلا هي الفترة التشكيل الشخصية تكوين شخصيتهم بدهم يظهروا يثبتوا للجميع خصوصا للأهل إنه هم قادرين يأخذوا قرارات بأنفسهم بدون تدخل يعني فهي الحكمة بتكون من نسبة للأباء إنه كيف يعطوا هذا المساحة إنه تأخذ قرارات بنفسها وما يضغطوش عليها وبنفس الوقت يبنوا يعني يبنوا علاقة حلوة لأنه الأب بد يكون أكثر بجوز بروتاكتب بدو يحمي ما تعملي شيء ما تعمليش ما تعمليش ما تعمليش فهذا أحيانا ممكن يخنوق البنت فبدا يكون هو بشوف هو البلانس والاتزان ما بين كمي أنا أكون أظهر اهتمام وكمي أنا أسمح للبنت أن تأخذ قرارات بنفسها وأعطي قبول أحيانا حتى لو كان هذا قرارات تأخذها أنا ما أعتقد أنه بجوز الأفضل بالنسبة إليها فأنا لدرجة معينة لازم أنا أسمح أقبل هذا الموضوع وأعطيها أنه لأنه هذه المرحلة هي أهم مرحلة أنه هي تشكل ثقة في نفسها فإذا ما عملتش أخطاء فأنا لازم أظن أعزز أعزز، أعزز القرارات الصحيحة اللي بتأخذها تناقش معها أمور معينة تحكي لها أنا جملة محلوة تحكي لها مثلا أنا بجوز لا أتثق معك في الرأي هنا بس أنا أريد أن أثق في كل هذا الموضوع فهذا الجملة التي تفضلت سيد الروان تعزيزية كثير لثقتها في نفسها ومستقبلاً سيكون هذه السيدة الناجحة في عملها وفي بيتها نحن مرات خصوصاً لما حكيت شوي يصير في تغيرات فسيولوجية ببناتنا يصير عندنا ميول أن نبتعد شوي كيف أنا ممكن يعني أتخطي هذه المرحلة أو كيف ممكن يكون التصرف اليومي مع بنتي يعني أنا أتخيل أنه حتى بتقبل للسلوب زي ما حكينا وبأنه أنا أحسسها أنه هي يعني أنا عم بحتويها ممكن هي تيجوا تحكيلي بكل بساطة هلأ كمان 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 أنه إحنا إلينا من الطفولة علاقة صح مع هذا الطفل كمان أنا رح ألاقيها بالمراهقة هلأ يعني ولو ما كان في هذه العلاقة بقدر أرجع أبني بالمراهقة أكيد ستكون العملية شوي أصعب لذلك إحنا كثير من شدد أنه يكون في علاقة مظبوطة وصحية من مراحل الطفولة بس إنه مش مستحيل يعني إنها تصبح فاللي بيصير إنه بكل بساطة بالحوار يكون في معها كواليتي تايم وممكن نطلع نعمل إشي معين يعني التقرب بينها شوي شوي يعني مش فجأة بتتععد ودها تحكيلي شو عم بصير معها من تغيرات فسيولوجية وكتير أنا بحب إنه كمان حتى لو الأب إجحكى إنه قديش هو فاهم هاي المرحلة العمرية ويحكي معها يقول لها أنا بعرف إنه عم بصير تغيرات كتير وبقدر أفهم إيش عم بصير معاكي والأباء اللي ما عندهم معي بهذا الموضوع بقدروا يقرؤوا كتير عن هاي المرحلة وعنجد يصيروا يناقشوا ابنتهم بهذا الموضوع هي كمان لما تحس إنه أبوها هل أتفاهمها كتير رح يكون فيه إلها مبادرات إيجابية لبعدين يعني أنا أنا أستحكي عن المفهوم تغيير الإعلاقة لأنه بالنحية الفسيولوجية زي ما تفضلتم الأب شوية بشعر أنه البنتي هلا صارت عملا بصير مرأة فأنا مثلا أعبطها خلت أقضت في حضن هذه الأمور تتغير قليلا هلأ هذا شيء طبيعي للرجل أنه يشعر فيه فيه تغييرات بتسير يعني الرجال اللي يسمعونا اليوم هذا كل رجل مر في هذه المرحلة إنه بنتي عمالها بتصير إمرأة فأنا تغيرت مفهوم العلاقة تغير شوية شكلها تغير شكل هلأ يعني أنت بدك تتعامل مع هذا الموضوع إنه أنا بدأتتعامل معها هلأ من بنت أو من بنت صغيرة صارت بتتعامل بها كإمرأة فالتغييرات اللي بتصير إنه بتصير تتم بالجانب الفكري بالجالب النشاطات اللي إلها موضوع اللي تفضل فيه ستروان موضوع إنه أنا أعود معها في جلسة وان توان يعني بدون حتى لو كان عندك أولاد أكتر هذا المرحلة إهم مرحلة إلها في تشكيل شخصيتها تأخذها لمكان بره تحكمها بعض إلى آخر يتمشوا مع بعض تدخل إلى علامها إشياء معينة هي بتحبها مهتمة فيها وإنت تدخل فيها هذا الإشي الأساس بس أنا بشوف إنه يعني أنا بحب إنه نعمل إنه إشي طبيعي يعني إنه يعني بجوز نحس ما عنا اليوم بحكي لك أنا مش عارف شو اللي بصير يعني متحير شوي هذا كل أب بمر فيه هذا الشيء هذا إشي طبيعي تغيرت العلاقة تغيرت شكلها تغيرت بس هناك سحر يعني بين بين العلاقة بين الأب وبنته يعني زيك يعني دائما مثل نسمع أغاني ناس بكتب أشعار بهاي العلاقة شو سر هذا العلاقة يعني شو سببها إنه أنا بتخيل كتير البنت بتكون حابة ومستني شيء من أبوها يعني مستني أنه يدخل بحياتها بطريقة عن جد حلوة وكصديقين الأب اللي بقدر يوفر هذا الجو بيكون كتير حمى بنته وأخذها لصفه كتير وعن جد بطريقة كتير لازم تكون ذكية وصمارت لأنه فعلا هاي المرحلة هي مرحلة حساسة جدا لأنه بتدخل فيها تغير للهرمونات وإلى آخرية فبصراحة حتى نقدر نفهم هذا السر أكتر وهي كأنه بتخيل لازم 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 يكون في عندنا وعي تام بخصائص هاي المرحلة النمائية يعني دائما لازم يكون في عندنا وعي أنا كأب لازم أعرف شو عم بصير مع بنتي شو عم بصير بشكل عام هل تدخلي بحياة بنتي بيعطي أثر إيجابي على شخصيتها مية بالمية أو على علاقتها مثلا بالمستقبل بزوجها أو كيف تختار شريك حياة المناسب أنا في دراسات كمان قرأت عن هذا الموضوع عم تحكي إنه قديش أثر الأم نفس أثر الأب يعني إحنا دائما يمكن مخدينها بجوز بالمجتمع الشرقي أكتر إنه الأم أهم ولكن الدراسات الحديثة عم تحكي إنه أثر الأب مساوي لأثر الأم يعني إنسحر هو إنه الأب هو أول حب للفتاة يعني أول علاقة فيها حب للفتاة هي بتكون مع أبوها فهذا إذا كانت الإعلاقة هذه النموذج هذه اللي بسموها البرايم كل الإعلاقات الثانية تبنى على هذه الإعلاقة فإذا كان الأب يحترم البنت هي تتوقع الاحترام من زوجها مستقبلاً وإذا كان الأب يسأل البنت عن رأيها وعن فكرها وشو رأيك فبالتالي إما بسيلا تفكر بشركة الحياة بسيلا تبني اختياراتها شخصيات السمات اللي هي بتفكر على أنا كيف كان أبي عملني إذا كان في تحقير إذا كان في ضرب إلى خريفة بتكون متوقعة من الرجال كلهم أن يكونوا بنفس المستوى ترع الأب حتى مرات الرسائل الغير مباشرة كمان ممكن يتأثر يعني مش شرط فيكون عنف واضح بس ممكن مرات كيف النظرة اللي أبو نزرها لبنته كيف الطريقة اللي بيحكي فيها مع بنته يتأثر عليها كتير ممكن التجاهل بكل بساطة يكون إساءة للطفل للصبية يعني أنه أنا أتجاهل هي شو بتعمل ما أنت شو نشاطاتها ما أعرف شو عالمها إلى آخرية كمان التجاهل وهلقد أني أبعد البنت رح تشوفه أنها أب غير مهتم يعني وبالتالي عليه كمان أكيد أثار سلبية بتخيل يعني لازم إحنا كرجال نأخذ يعني دور مبادرين في علاقتنا مع بنتنا ونشتغل على هذه العلاقة بجهد ونعطي وقت نوعي لبناتنا والكلمة السحرية أن نكون أب محب عنده محبة محبة سواء لأطفاله لأولاده للبنات المراهقين يعني جد إذا في عندنا محبة حقيقية تجاه أطفالنا وأبنائنا ستكون الأمور كتير ممتازة شكرا سيدة روان لوجودك معنا شكرا لكم مشاهدين الكرام خليكم معنا بعد الفاصل اشتركوا في القناة مبسطين كتير اليوم تكون معنا سيدة حنة وببرنامجنا كلام الرجال بجرفين بحلقتنا اليوم نحن عادة بهذا الجزء نحكي عن القانون الإيمان النقاوي واليوم نحكي عن يسوع الإبن فشو معنا يسوع الإبن لك؟ يسوع الإبن لا نستطيع أن نتكلم عن يسوع الإبن إلا إذا تكلمنا عن من هو يسوع بالنسبة للآب أو من هو يسوع في علاقته مع الآب والروح القدس فالإبن يعني في علاقة مع الآب في علاقة مع الروح القدس هذه العلاقة أزالية هذه العلاقة جوهرية من نفس طبيعة الله لا يمكن أن نتكلم عن الإبن بمعزل عن الآب والروح القدس طيب أستاذ حنة كيف تشوف هذه العلاقة وخصوصا مع التجسد هل صار عليها هل تغيير بطبيعة العلاقة بين الآب والإبن والروح القدس لأنه زي ما تفضلت ما بنقدر نعزل الإبن إذا نحكي عنه بهذه الخصوصية ومهيئة هالأقنوم إذا بدأ أحكيه هو الإبن ونحن نتكلم عن يسوع ونحن بالضرورة نتكلم عن شخصية ظهرت في التاريخ في حيز الزمان والمكان عندما نقول يسوع نحن نقول الإبن المتجسد أو الله المتجسد الأقنوم الثاني في الثلوث القدس لكن قبل أن نتكلم عن التجسد وتطرح الأسئلة حاول طبيعة أو من هو يسوع وهل بتجسد الإبن أو تجسد الله ترأى أي تغيير على الذات الإلهي لازم نتكلم عن هذه الصفة المهمة في الله لصفة السمو أو التعالي الله قبل ما يخلق الكون قبل ما يخلق أي شيء موجود عداه هو إله مكتفي بذاته هذا هو الله هو الإله أو الشخصي أو الكيان القائم بذاته الذي لا يحتاج إلى أي شيء ليكون الله أو ليزداد من الألوهية فالله مكتفي بذاته قبل الخليق هذه صفة التسامي وما الخلق أو الوجود الآخر إلا تعبير عن فيض محبة الله وتعبير هذه المحبة مستمر ليس فقط في الخلق لكن في وجود الله في الكون أو في الخليق التي أوجدها بعنايته وتدبيره فالله لم يخلق وترك العالم إلى قوانين فيزيائية وأغلق على هذا الكون بقوانين تدير أحواله ولكن هو نفسه موجود في حيز المكان والزمان من دون أن ينقص أو يزداد في الألوهية كما قلت صفة التسامي مازالت مستمرة مع وجود هذه الصفة الأخرى الفاعلة وهي الحضور الإلهي أو القرب الإلهي الله موجود معنا موجود في وسطنا يدبر أمورنا يعتني بنا ويحبنا باستمرار من دون أن يتغير فهذه هي الأساتة هذه هي القاعدة تعالي الله أو سمو الله عشان نقدر نفهم ونفهم عقيدة التجسد أو حدث التجسد التاريخي بشكل صحيح اتضاع الله وتنازله ليعيش في وسطنا ليهتم بنا يدبر حياتنا وخلاصنا من دون أن يتغير سيد حنة إذا بنا ندخل أكتر يعني ليش الإبن يعني ليه الإبن هو اللي لازم يعمل هذا الشي يعني ليش الإبن هو اللي لازم يدخل بيحيزنا وهو يعمل خنحكي هالخلاص ويدخل بالتاريخ حتى يرجعنا إحنا شو هالتفرد اللي موجود بيسوع المسيح الحقيقة إنه هذا السؤال ترك أو خادع المزبوط لأنه مش الإبن لكن الآب والإبن والروح القدس عشانك في نص في العهد الجديد بتكلم عن الله العامل أو الذي يصالح الذي يفتدي من خلال ابنه يسوع المسيح فهي عملية كأنها متكاملة بدها كل الأطراف مع بعض بالضبط بالضبط الله هو المبادر أو الآب هو المبادر والإبن ابن الله أو كلمة الله بسبب هذا الانسجام بسبب هذا الاتحاد في الطبيعة لا يستطيع إلا أن يقبل هذه الإرسالية يقبل أن يعبر ويكشف لنا عن محبة الله وعن قلب الله في الزمان والمكان وهذا سأل أخذني إلى فكرة الكلمة أنت حكيت الكلمة يعني إحنا مرات منعرف أن الكلمة لوغوس هي أصلاً كانت مستخدمة عند اليونانيين يعني وبعدين يوحنى زيك أنه أخذها وطبقها على يعني على يسوع الإبن فش كيف يعني لين يعمل هيك شو الفكرة وإحنا بنتكلم عن الإبن أو يسوع وبنتكلم عنه باعتبار الكلمة كما تفضلت هذا التعبير أو هذا الوصف الكلمة ظاهر في الكتاب المقدس وبشكل واضح في كتابات يحنى واللافتة الانتباه أنه في إنجيل يحنى أو بشارة يحنى بيبدأ بهذه الكلمات في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله بالضبط بالضبط فهي علاقة حميمية ما فيش واسطة ما فيش حاجز ما فيش أي شيء يفصل بين الاثنين ومش بس هيك هو ما كانش مثل موسى وكان أكتر من موسى هو ما كانش مجرد علاقة شفافة مستمرة من دون أي واسطة بينه وبين الله لكن كان هو في الله في الآب وكان الآب فيه يمكن هذا مفارقة بسيطة مثل المكاتب العبرانيين يقول إن كان موسى خادما للبيت فإن الرب يسوع المسيح هو ابن هذا البيت يمكن هذا كله كلام جميل صراحة وممتع لما تفكر به بشكل العلاقة الموجودة بين الآب والإبن والروح القدس والتناغم بالأعمال والتقسيم المهام بهذا الشكل الذي صراحة ملفت للانتباه لكن إذا أخذها على مرحلة عملية بحياتنا اليومية كيف ممكن إنعكاس هذه العلاقة الموجودة تأثر على حياتي بشكل يومي كشخص أؤمن بالثالوث كشخص أؤمن بعمل الصريب حتما العقيدة أي عقيدة وبالذات عقيدة أو إيماننا بأن يسوع هو الابن أو هو الكلمة لا يمكن أن نسميها عقيدة أو أن نؤمن بهذه العقيدة إلا إذا كان إليها جانب حياتي تطبيقي امتداد بيظهر في حياتنا وبينعكس في علاقتنا وتواصلنا مع الآخرين والمضبوط أننا ندعوين لنحمل كلمة الله فينا نصبح صورة أو مرآة بتعكس كلمة الله وعملها في حياتنا يسوع هو اللوغوس هو الكلمة لكن ماذا يعنينا بالنسبة لأن كبشر أن يسوع هو الكلمة هو اللوغوس أول شيء أنه كان دائما يتكلم فقط ما يسمحه من الآب بحسب بشارة يحنى كان في حالة انسجام كامل في حالة طاعة كاملة كان على نفس الصفحة مع الآب عارف تماما لماذا تنازل وتجسد عارف تماما شو الهدف من خروجه من عند الآب وذهبوا إلى أرشليم ليصلب أخيرا فنحن مدعوين إلى هذه النوع من الحياة ليس فقط أن نعمل ونتصرف ونطيع الوصاية هذا الشيء مطلوب لكن بالدرجة الأولى المطلوب هو الأساس الأساس أن تكون لنا علاقة حية هذه العلاقة تتحقق فقط عندما نكون في حالة من الحساسية والقابلية لأن تتشكل حياتنا يتشكل فكرنا وقلبنا ليصبح صورة نسخة عن قلب الله وفكرة الله وبهيك منقدر نحية حياة تكون مغيرة ومؤثرة وفعالة في حياتنا وفي حياة الآخرين شكرا كتير لوجودك معنا سيد حنة العفو مشاهدينا خليكم معنا ونرجع بعد الفاصل موسيقى 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 اشتركوا في القناة مشاهدينا الكتاب المشجعكم اليوم على قراءته كتاب قوة الغضب من سلسلة 180 درجة للكاتب دكتور أوسن وصفي والناشر أوفير عودة شكرا عيسى مشاهدينا إذا كان عندكم سؤال استفسار أو اقتراح تقدروا تتواصل معنا على صفحتنا على فيسبوك أو تبعتونا إيميل نشوفكم الحلقة الجاي وهذا كلام رجال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة